اشتركوا في القناة يا عمر لقد عرفته حين رأيته كما أعرف ابني ومعرفتي لمحمد صلى الله عليه وسلم أشد أشهد أنه رسول الله حق من الله وقد نعته الله في كتابنا قال له عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه وفق الله يا ابن سلام ونزل قول الله تعالى الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الذين أعطيناهم التوراة والإنجيل من أحبار اليهود وعلماء النصارى يعرفون ويعلمون محمد صلى الله عليه وسلم بنعته وصفته المذكورة في كتبهم أعرفوا أن محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله حقا وصدقا وأن ما جاء به هو المذكور عندهم في التوراة معرفة حقيقية يقينية كما يعرفون أبناءهم آمن منهم بمحمد صلى الله عليه وسلم نفر قليل منهم عبد الله بن سلام رضي الله عنه وارضاه ولكن الأجلبية من اليهود والنصارى كفروا به ولم يكتفوا بكفرهم ولكنهم كتموا شهادة الحق عن غيرهم ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله سبق وأن عرفنا الفرق بين الذين آتيناهم الكتاب والذين أوتوا الكتاب الذين آتيناهم الكتاب صيغة مبني للمعلوم وتفيد المتح والثناء لأن الخير دائما يأتي من عند الله عز وجل أما الذين أوتوا الكتاب فهي صيغة مبني للمجهول وتفيد الذن يعرفونه كما يعرفون أبناءهم معرفة حقيقية يقينية لا مجال فيها للشك فهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم ومن منا لا يستطيع أن يتعرف على ابنه وإن كان وسط مليون وكان أحبار اليهود وعلماء النصارى يعرفون الكثير والكثير عن صفات محمد صلى الله عليه وسلم الخلقية والخلقية ومن صفاته الخلقية المذكورة في كتبهم أنه صلى الله عليه وسلم ربعة من القوم لا بالطويل ولا بالقصير وكان شعره صلى الله عليه وسلم ليس بالجعد المجعد وليس بالصبت المسترسل النائم ولكن وسط وكان بين كتفيه صلى الله عليه وسلم خاتم النبوة ومن صفاته الخلقية صلى الله عليه وسلم أنه ليس بفض ولا غليظ ولا يدفع بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويغفر ومن عدل الله وإحسانه أن قدم ذكر من آمن من أهل الكتاب كعبد الله بن سلام تشريفا لهم وتقديرا لهم وأخر ذكر من كفر من أهل الكتاب وكتم الحق تحقيرا لهم وإن فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون من باب الكفر والعناد والاستقبار عن قبول الحق حاول المعاندون من أهل الكتاب أن يكتموا الحق الواضح كالشمس وما يستطيع أن يكتم الشمس عن الآخرين والحق لا يحتاج إلى مجهود ليبرز وينتشر ويسود أما كتم الحق فيحتاج إلى مجهود وقوة جبارة لن تدوم وفي نهاية المطاف لا بد للحق أن ينتصر على الباطل ويعلو ويسود الحقيقة أننا كلنا مكسرون في التعرف على حقيقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم من الكرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة ويجب علينا أن نخجل من ذلك والحمد لله حمدا كثيرا على هداية أمثال الحاخام اليهودي مورت بعد أن قرأ في التوراة صدق محمد صلى الله عليه وسلم وصدق رسالته جزاكم الله خيرا شكرا على المشبكة My name is Rabbi Mort and the video is going to be called Prophecies of Muhammad the Ishmaelite prophet in the Bible in the scriptures We'll start out with a quick prayer We start out with Book of Deuteronomy chapter 33 verse 2 Hashem came from Sinai and rose up from Sayer unto them He shined forth from Mount Paran and He came forth with thousands of His saints The simple explanation in here is that the mentioning of Mount Paran Mount Paran is the Mount of Ishmael which may refer to also Muhammad We also discussed Song of Solomon chapter 5 verse 16 Yes, the name Muhammad does show up It does say Mohammedim but the name Muhammad is very plainly in the text I also discovered in Isaiah chapter 60 verse 7 which I'm going to read for us All the flocks of Kedar shall be gathered together unto thee Rams of Nebyoth shall minister unto thee they shall come up with acceptance of Hashem's altar and He will glorify the house of His glory So it says and I will glorify the house of my glory When He says and I will glorify the house of my glory it's referring to it could only be Ka'bah in Mecca the sacred house for the glory of Elohim that Avraham built with Ishmael We keep going into Isaiah 60 chapter 1 through 7 In Isaiah 60 1 through 7 a prophecy about a prophet bringing a light of Hashem to the world This holy prophet or holy man would appear in a time of darkness filling the world and covering the earth He would appear to eliminate the darkness and spread the light of Hashem and His praises In Isaiah 60 verse 3 we read And the Gentiles shall come to the light and that means this prophet would arise among the Gentiles and His light He would fill this place where the nations would come and visit In Isaiah 60 verse 7 we know plenty about Kadar where its flocks and tribes would be gathered together Shalom thanks to him A see This world is full of the people and the two ! He was biraby косms of his in Isaiah 30 and I the people who